السلام عليكم. مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد. معكم كريمة. اليوم إن شاء الله سوف نجد معكم العاصر الذي قلت لكم في الفيديو السابق لنزل المركز الليمون الحامض. قلت لكم نزل فيديو العاصر بحامضة واحدة أو ليمونة واحدة مجمدة. هذا العاصر يعطي يطرو العاصر لليمون أو الحامض. ويأتي اقتصادي ومنعش في فصل الصيف وكذلك في رمضان. كما تشوفوا معي هنا يعطي يطرو العاصر. وبالنسبة المقادر كما تشوفوا هذه الليمونة اللي وردت لكم في الفيديو السابق خليتها شوية ترخف. بالنسبة للسكر عندي هنا يسبعة دي المعلاقة للسكر كبارين مش عمرين. وعندي نصف الليتر ومن بعد غزيد هنا قد نضيف يطرو اللارب دي الماء. عندي ثم نص يطرو. من بعد غزي نضيف 4 يطرو. ومن بعد غزي نطحن العاصر قد تعطيك يطرو دي العاصر. تقدروا تنقسم الكيميات دي السكر على حسب يعني ثم غزي تقيس العاصر وغزي تشوفه أو تنقسم الكيميات دي الماء. مهم أنا عملت يطرو اللارب. وغطتني يطرو دي العاصر. هنا كما تشوفوا معي قطعت الليمونة. وحيت من هذه العطمين. بالنسبة للعاصر ما يجيش يمر. وخب القشرة دياله لأنه من يكي تجمد. أنا كانت عندي مجمدة من قبل. يعني من لي صورت لكم فيديو دي المركز. كانت عندي مجمدة من قبل شي سيمانة هو هي عندي مجمدة. ومن لي كتكون مجمدة ما كتبقى شي ديك المرورة ديال للقشرة يعني ذيك القشرة اللي كتكون مرة ما كتبقى شي بتاتا ما كتبقى شي أنا قد لكم هاد العاصر هذا. يعني سينين تقريبا تنشر عام وأنا كنوجد هاد العاصر هذا. يعني ساهل واقتصادي دائما عندي الليمون في في المجمد. ديك شي أنا من لي صورت الفيديو ديال المركز كانوا عندي يعني ديجة كانوا عندي في في المجمد. وهنا يعني في نفس الوقت صورت لكم هاد الفيديو هادا. ولكن عاد نكتب إن شاء الله اليوم غادي نزله. هنا ضيفت نص يطرو ومن بعد غادي نضيف ربع يطرو ديال الماء. يعني ديك الغرف كيوزين عندي نص يطرو وضيفت ربع يطرو. بالنسبة للسكر قد لكم عندي سبعة ديال معالاق كبارين. ولكن السكر كيبقى على حسب الدوق ديال كل واحد كما قلتكم. تقدروا تنقصوا من الكمية تقدروا تزيدوا. وحتى الماء تقدروا تضيفوا نص يطرو. من بعد غادي تشوفوا انتوما كيف جاكم. إذا جاكم يعني خفيف غادي تزيدوا له شوية ديال الماء. ساف هنا غادي نطحن يعني كي تطحن بواحد السهولة طريقة سهلة يعني ما كتش الوقت مرة ما كتبغيوه لعاصر كتتوجده في ساعته. والطريقة للاحتفاظ دياله يعني كتبقى في المجمد كنغسلوه عادي وكننقيوه مزيان. وكنعملوه في البلاستيك الغذائي وكنخليوه في المجمد. يعني فوق شما ما احتجتو انا كيبقى عندي بشهورة يعني مدة طويلة كيبقالي. ساف هنا بعد ما تحنت العاصر كما كتشوفوا هنا. انا جاني العبر هو هذا لان دايما كنعملت طريقة هذه بالنسبة للليمون او الحامض. انا متوسطة من شي كبيرا. كما شمعي هنا ايها نايمة كيبينش مزيان. يطرو لان هذا الغرف هذا كيوزين يطرونه. الثاني تم يطرو ديال العاصر. سوف نصفله ديال القشرة دياله. ولا بقت شي حاجة ديال العطام ديال الليمون. هو كيتنقى. كيبقى صافي. وهذا هو العاصر واجد. ساعة تقيسوا الضوء ديال السكر. كما قلت لكم تقدروا تزدوا وتقدروا لحاسب. كيبقى صافي العاصر بعد ما صفيتوها هو عندي واجد. يعني كيوجد ضغية كما قلت لكم بحت السرعة. وهذا هو القوام دياله. سوف نضيفه في القرعة اللي سوف نقدم فيها. هذه كتوزين عندي يطرو. هذا هو القوام دياله. كما شفيتو معي هنا. القرعة كتوزين عندي يطرو. وهذا هو القوام دياله. كيخفيف. وفي نصف الوقت يجي منعش. وهذا هو الشكل النهائي ديال العاصر ديال اليوم. كما كتشوفوا معي هنا. كيخفيف. وفي نصف الوقت. اهم حاجة هو أنه اقتصادي ومنعش في نصر وقت وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله مع وصفة جديدة